صباح خير أيوانكم كما قلت لكم اللي يعمل خير سيقى هيقى العصبة بصفة أهم نعرفه هيد وليه التونسي ناس ملاعم يسكنش بعيد ولد عائلة كذامة من قولوش ماني شيرة حصيلو ولد البحر وامور امريكا معناتها ذامر وفايق وكل شي هذه مراية واحدة موجودة تلقى جديدة غلقة الخمسين تقدم في حواج في المجازينات متاع الحواج واخذ حانوت واتريقل فيه وكل شي قالوا ليه تقتلوا ويجيش في السباعة تعم ساعتين مع الشركة تنظفوا وكل اسبيراتور كل مكينة كل يتوك قالوا ليه انا اخو فلوز من عند حكومن وكانش نخدم بساعتين باركة تاقصوا هم نخدم بعشرين نور وانا حيولي عشرين نور قالوا ليش واسكلا فهمتها وواصل هكا اخي قالي ان نخدم كانفا لك هنعمل شي ضربات فهمتها قالوا ليه اما حتى مشكلة جيتني المراهة دي امان انا لاسكا خدمتها واني خدمانا وكل سي قالت له اوانك يا فلانا قالت اواني قالت له او عندي احبائي بجاشي روح بياش نعم كابتين بيرا في الشنينة كان عاشتك بحاجة خدمة في الحنود والطريقل وكل شي هو عامت شوية مرمى وكل شي قالت لي سوبا اختوى انا كي نحيت اللوطة البركيب اللوح قلت له مخانة ان كل شي وش نعم لو تصور هون فاتع وهزوا الغاضي وكذا قالت له ايه افلان احنا واضح بتبيع الحنود في تريق سيديو سنة حنينة الواحد هو بتبيعتهم معينش برشوك قلت له ماسيخش تخلصك اخي فاما اليوم وعتي في في المانيا باعش في مرمى الواحد اتنيك فيها ولا اتنيك فيك ما ايه ايه سيدي قلت لهون نفتح سنة در تدب الراسك معه انا اخذيته النومر تليفون انا خليوني اراضي ايه بجاجاتي فهمتو ايه رايض على روح شو يا ربي لعمل عليك عصباه خلتلي مساج على الواحد ايه رابعة ايه اتنجمشي تعاوننا باش ان انه ننهبت المكينه نجيبها ايجه انتو خطرين وطرج قال لي ان ان اخطرين و لا ترجعني انا بادك فيه در تحقيق انتو وييكزي قلت له ايه كاكب الالمان والله العظيم قلت له مشي ناكي الزبي للك مش هماش قلت له ايه كونجيه وبعدوه الدر تحقيق قلت لي دانكي شو دانكي شو راجعت مساج طوستام صييي انا وفلانجينا ومورنا ودرشنو قلت له ماذا هو الزبين؟ لم يكن هناك ساقيهم ونريدك فشنيك هذا هو رأسك قال لي والله أنا لا أريد أن أتكلم مالا عزوزة و الزبين ومالا عيشة كهلة قلت له ماذا؟ قال لي حتى الدبوسة لم يجبت ومشت ولد تعبلي في الدبوسة قلت له ردتك جمال رقع بذي حصلوا قدام الألماني قلت له هزك ولدكوش علي تخدم فيه و الزبين قلت له هون كلام هون قال لي كيفاش فلوس قلت له هون تبدأ يخدم بساعتين قلت له هون تبدأ يخدم بساعتين قلت له هون مدت لكش المئة هروم بتاع الساعتين شوية هكه متر ونص متر ونص على 20 ساعتين وصب عليها فرشة سيمانة متاقعة شيحة متاع كوجينة كما اقول وحد طول فهمت ولا بلعب هو الواحد معناتها قلت له انا يا اخي انا ضمن لك فهمتها انا بالك مشافي بالا العزوزة معناتها وقلت له وقلت له قال لها نقصين قالت له احنا كنا في الحنوطة وانتي واخي وين كنت تطل تطلعشي كنت تطلع قال لي لي جديتني نطلع لترمتها ويعني انت ترمى لحد شيء مضروبة ببالة ترمتها مفيها حد شيء عزيو زي ما ما لبس عليها هككة هككة حد ما نسمع اسمعايلة كبيرة بشيرة هوني وعندهم حوانتوا زيبي قلت له اخويا اللي معنتها هذك هي القانون متاع الحياة معنتها اللي يلوج على مرالة بس عليها ولا لازم فهمة نوع من ذلش يوقع فهمتوا ولا تشموا يشموا هما فهمتوا ولا انساء بدأت تحكم فيك مد رجل ولا قلت له اخي تعرفش واش تعمل انت كان معينكش بالخدمة يرحم والديك فهمتوا ولا ما عاش نعود صنعتي كان معينكش بالخدمة طايش المعون كلمها قل لها اوش نوصل لك مفادحك قل لها ساقي تفاسحت ولا كراز يتفلقوا ولا اللي تحب انت يوهرب على روحك فهمتوا خليها فيه واشي هنا شو كل ما نعرش عليها هنا نعرفوا هوني عندي كيفك بالضبط ما عنديش برشة مني نعرفوا تتقسم فهمتوا ولا كل واحد يا ناس استدفى بروحه اللي تدخل قلت له هوني ضمن لك فكان خدمت ومخلصتك هوني تناكش في مئة ومئة وخمسين هروا اسماح ماش مشكلة اما معاش نعود صنع معاش دخل ومعاش تعملوا حد سي راهوا كل شي ضوحا وكان يعملل لها حاجة قالي وكان متمزلش فلوس التانيكها بتريحه قلت له التانيكها بتريحها للزب يا تان خلصة كان متخليش الزب في ضيعة التانيكها بتريحها للزب عايش والدي قلت له وفهمت والله مش الشرطة هوني متاع تونس تخلي ضربت مراه يقولك برا صحيت يا رشيد فهمت قادي معناتها في الزب يا هاي اللي يعمل خير شيقة يقل عصبة مح如此 شكرا